بمناسبة التاريخ نهاردة ربما يعني مش ربما نعتقد انه اكيد يعني اول لاعب في تاريخ كرة القدم في العالم تقريبا يعني بنسبة كبيرة او يعني يحصل على بطولة بتشيرت فريقه الجديد بعد ثلاث ثواني فقط من مشاركته في اول مباراة مع الفريق عمر الساعي من حيث لا يدري دخل التاريخ من حيث اعتقد تتحط في موسوعة الارقام الكراسية رجل نزل هب الحكم صفر سلام عليكم يا جماعة انا خدت بطولة انا خدت كاس ملحقش ملبس الكرة بس ده قضر اللي يلعب في النادي الاهلي البس بس التيشرت وانت مش هتاخد ايه شوية بطولات شوية بطولات فيه رقم مهم جدا يعني ما ينفعش يعد النهاردة لأول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الفرق على مر التاريخ نحصل على بطولة دولية كأس دولية من تنظيم الفيفا الاهلي النهاردة خد اول بطولة في تاريخ مصر على مستوى المنتخبات والاندية بطولة من تنظيم فيفا ازاي الرقم ده معدي كده مرور الكرام ما ينفعش ده رقم تاريخي احنا كان اكبر انجاز لنا تالت كاس العلم للشباب برونزية كاس العلم للشباب اليوم الاهلي يحصل على كاس القرات الثلاث كأول بطولة مصرية من تنظيم الفيفا يحصل عليها نادي مصري ايه الاهلي ده يا جدعان والله ما ببالغ مزهل خسر مباراة يتوحش خسر قدام ساندونز توحش خسر قدام اتحاد العاصمة توحش خسر قدام الزمالك في السوبة الافريقية توحش يا ويل الكوكب ده لما الاهلي بيخسر ولس اللي جاي احنا ان شاء الله طيب